المعجزة ما كانتش المعجزة مجرد أن الناس جاعت والمسيح سد الجوع بتاعهم والموضوع انتهى على كده لأنهم بعد ما أكلوا أكيد تاني يوم رجعوا جاعوا لكن المسيح كان عايز يعلن سر عشان كده هذه المعجزة ذكرت في الأنجيل الأربعة وذكرت بتفصيلات مختلفة من زوايا مختلفة سر الشبع الفائق في شخص المسيح إذا كان الإنسان في سعيه في الحياة بيدور على أنه يشبع يشبع جسديا ويشبع نفسيا ويشبع روحيا وهدفه باستمرار من كل حاجة هو بيعملها أنه يصل إلى الشبع لكن واضح أن الإنسان عمره ما شبع لأنه كل ما بيأكل كل ما بيجوع أكتر يعبر عن كده سليمان الحكيم ويقول العين لا تشبع من النظر والأذن لا تشبع من السمع يعني الواحد ياما شاف والواحد ياما سمع لكن عمره ما اكتفى يقول الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن بيشبه الحياة كده أن كل واحد فينا جوا أنهار نهر من الرغبات والأنهار دي عملا تجري تجري جوا وتصب في البحر والبحر عمال يسع كل شيء وعمره ما تملا البحر لكن السيد المسيح في هذه المعجزة عايز يعلم شيء مهم أن فيه هو سر الشبع الفائق اللي يقدر الوحيد أنه يشبع الإنسان وأعلن هذا الإعلان بعد هذه المعجزة يقول كده من يقبل إلي فلا يجوع من يؤمن به فلا يعتش لما ترنم المرنم في المزمور وقال الرب لي راعية فلا يعوذني شيء فيه غدت كفايتي المسيح هو الوحيد اللي يقدر يسد احتياج الإنسان وكفاية الإنسان حتى لو كانت الظروف كلها ضد الإنسان وتقول إن الإنسان ده مش ممكن يشبع لأن لو شفنا الظروف اللي صاحبت المعجزة يقول كده معلمنا مرقص الوقت كان قد أمس أمس يعني ليل ومعلمنا له يقول كان النهار قد بدأ يميل يميل يعني ينتهي الزمن ليل يعني ما فيش محلات فتحة ويقول كان الموضع قفر قفر يعني صحراء قفراء مقحلة مش ممكن يكون فيها أي خير فلا الزمان مناسب ولا المكان مناسب قدام احتياجات الناس والزمان والمكان هما الحكتين اللي بيحدوا الإنسان وبيعدوا الإنسان محدود بالزمن أنا محدود بمبارح ودلوقتي وبكرة ولما يبقى ماضي الإنسان ماضي أليم وحاضره صعب ومستقبله مجهول الإنسان بيقع تحت سلطان الزمن ويخاف من الزمن يا طرى بكرة هيحصل فيه إيه والمكان أيضا يحد الإنسان أنا موجود في أمريكا مش ممكن في نفس الوقت أكون في مصر لأن المكان بيحدني والزمان والمكان هما اللي بيحدوا إمكانيات الإنسان تلاقي الإنسان عمال يجري من هنا لهن عشان يلحق هنا ويلحق هنا ومش ملاحق وقلقان وتعبان إنه عنده معاد ومش قادر يلحقه لأنه محدود بالمكان ومحدود بالزمان لو الفرصة عدت منه ومش ممكن ترجع تاني فالزمان والمكان بالنسبة للمعجزة اللي حصلت كان الزمان سيء الوقت أمسا مش هيقدروا يجبوا لهم أكل من حتة حتى لو فكروا إنهم ممكن يشتروا المحلات قفلت الوقت عدى والمكان أيضا صعب لأنه مكان مقفر ما فيهوش أي نوع من الزرع أو أي نوع من الحياة كل اللي موجود شوية عجب موجودين على الأرض فالمكان مستحيل والزمان مستحيل لكن بالرغم من استحالة الزمان والمكان المسيح يقدر يشبع بالرغم من صعوبة الظروف اللي أنا موجود فيها أي أن كان نوعة الصعوبات اللي أنا بواجهها في الحياة المسيح يقدر المسيح يقدر أنه يشبع احتياجات الإنسان يقدر يشبع الإنسان جسدياً يقدر يشبع الإنسان نفسياً لأن الإنسان مش بس احتياجاته احتياجات مادية للأكل والشرب والسكن واللبس لكن الإنسان محتاج للحب الإنسان محتاج للإحساس بالإيمة الإنسان محتاج أن حد يفهمه الإنسان محتاج أن حد يسمعه الإنسان محتاج أن حد يهتم به وأيضاً دي المسيح بيعملها مع الإنسان هو الوحيد اللي يقدر يفهمني هو الوحيد اللي يقدر يسمعني ما فيش في مرة أروح أقوله ويقول لي استنى شوية أو خد معاد من السكرتاريا أو مناش فضيلك لما شوف الأمور المهمة وبعدين بأفضالك في اللحظة اللي أنا بكلمه فيها بيكون سمعني عبر عنها المرنم كده وقال لربنا أمل يا رب أذنك واستمعني لما يبقى فيه إنسان كبير راجل كبير وفيه طفل صغير عايز يكلمه يقول له وطي كده علشان تسمعني وتفهمني ربنا بيوطي الحد عندنا علشان يسمعنا ويفهمنا ربنا هو اللي يقدر يشبعنا باحتياجنا للحب حبه غير مشروط حبه بلا مقابل ربنا يدينا إحساس بالقيمة لأنه قدر قيمة كل واحد مننا مش بشوية فلوس ولا بشوية عطايا لكن قدر قيمة كل واحد مننا بدمه يساوي دم المسيح فسواء احتياجاتي المادية أو احتياجاتي النفسية أو احتياجاتي الروحية احتياجي للغفران احتياجي للخلاص احتياجي للحياة الأبدية المسيح هو الوحيد اللي يقدر يشبع احتياجات الإنسان كلها وعطية المسيح عطية كاملة كان ممكن كان ممكن المسيح يشبع الجموع من العيش بس هذه لقمة تسد جواهم لحد ما يروحوا لكن المسيح أصر أن عطيته تكون عطية كاملة ما قدمش يعيش بس لكن قدم عيش وسمك يعني بالبلد كده قدم لهم عيش وغموس يغمسهم الله يعطي الإنسان عطية كاملة مش ممكن يدي الإنسان عطية ناقصة أبدا عطيته عطية كاملة مش مجرد أنه يسد احتياج لكن ده لازم يسد الاحتياج كاملا عطية المسيح عطية كاملة وعطية فائدة مش بس يشبع ويفيت كمان عشان كده يقول أكلوا بقدر ما شاءوا كل واحد زي ما هو عايز وفضل أيضا عطية المسيح عطية بفيد بكترة لأنه يعطي ليس بكيل ولا يعير للإنسان لكنه يعطي بفيد دائم للإنسان وعطية الله أيضا للإنسان عطية رائعة الجمال يدي الإنسان بطريقة تحفظ أدميته وتحفظ كرمته كان ممكن كان ممكن زي ما بنعمل إحنا هنا في المجتمعات يقول اللجعان وعايز يقف في الطبور وما أسهل للناس تتحط تترص في الطبور بس تخيلوا اللي حيكون نمرة خمس تلاف دعوا بالما يوصل الدور ليه يكون ايه مات لكن المسيح ما عملش كده المسيح قال للتلاميذ اتكؤوهم قعدوهم ريحوهم والأكل يوصل لحد عندهم خدمة فايف ستارز زي ما بيقولوا المسيح لما بيديني عطية تحفظ كرمتي ما قالش اللي عايز يقف في الطبور ولازم يقف ساعتين تلاتة عشر ساعات غزبا عنه لازم يتعلموا النظام لكن حتى لما صنع النظام راعى في النظام ان الناس تكون مرتاحة اتكؤوهم قعدوهم ريحوهم فالله يعطيني ويعطيني براحة بطريقة تناسبني مسيح مش بس مشبع لكن مشبع رائع ممكن يشبعني بس اللي يسد عيشي او يسد حياتي لكن لا ده بيقدم لي اكل فائق اكل كامل ويقدم لي بفد ويقدم لي بطريقة تحفظ كرمتي ومن غير تعب عشان كده قال المرنم في مراعن خضر يربدني وإلى ماء الراحة يوردني يرويني وأنا مرتاح مش يرويني بشقاء وبتعب فالمسيح فيه سر الشبع حتى لو كانت الظروف كلها بتقول للإنسان مستحيل الزمان ما ينفعش والمكان ما ينفعش لكن المسيح يقول كل حاجة ينفع المسيح فيه سر الشبع الحقيقي وأيضا فيه سر البركة لأن الواحد في قدين المسيح يصير ألف من خمس خبزات يشبع خمس تلاف المعادلة صعبة إزاي واحد يبقى ألف لما يتحط في قدين ربنا هاتوا اللي عندكو وحطوه في قدين ربنا الإمكانيات الأليلة لما تتحط في قدين ربنا يبقى فيها بركة فيها سر حياة الواحد يصير ألف بص في لوبوس كده اللي المسيح وقال له ما يكفهمش ولا بمئتين دينار عشان كل واحد منهم ياخد شيئا يسيرا أين نبتع لهم حتى لو معنا الفلوس حنجيب منين لكن إن دراوز كان ناصح قال له يوجد هنا خمسة أرغفة وسمكتين عن دراوز جاب اللي موجود عندهم وحطه في قدين المسيح والمسيح والمسيح أنه رفع عينيه إلى فوق علشان يورينا أن البركة في حياتنا تيجي تملي من فوق من عنده العقل بيقول ما ينفعش والخبرة تقول ما ينفعش والعالم يقول ما ينفعش والإمكانيات تقول ما ينفعش لكن اللي يتحط في قدين ربنا لازم ينفع الواحد يصير ألفا الواحد يصير ألفا فيه سر البركة الحقيقية قد إيه إنسان العالم محروم من بركة المسيح عبر عنها في سفر حجاي يقول كده الجامع أجرى يجمعها إلى كيس منقوب يعني الواحد عمال يجيب فلوس كتيرة ويحطها في جيبه لكن للأسف جيبه مخروم فكل ما يدخل كتير كل ما ما يلاقيش طب يروح فين زرعتم كثيرا وحصدتم قليلا إنسان مش حاسس بالبركة لأنه ما ما دريش إن البركة في وجود المسيح في حياته تلميذ جم قاله للمسيح أصرف الجموع عشان كل واحد يروح يأكل ويستريح قال لهم أنتو مش فاهمين الناس دي لا يمكن تشبع ولا يمكن تستريح بعيد عني شبعها وراحتها في أصرفهم إزاي يوم الإنسان بيفكر إن راحته شبعه بعيد عن المسيح بشغله بجده باجتهاده فقط صحيح مطلوب إن الإنسان يشتغل ويجد ويجتهد لكن في حضور المسيح لأن من غير حضور المسيح في حياتي مفيش بركة يا ما ناس جمعت وخزنت وأمنت على حياتها لكن في لحظة ينهار كل الإنشورانس وينهار كل الإمكانيات وحتى اقتصاديات الدول العالمية الكبرى في لحظات بتنهار لأن ما فيش بركة لأن ما فيش الله لكن وجود الله هو ضامن لهذه البركة وكان الشيء الرائع إن المسيح شبعهم من الخبز والسمك وكل من الحكتين دول يشيروا إلى المسيح الخبز قال عنه كده المسيح أنا هو الخبز الحي النازل من السماء وإحنا بنتناول من جسد ودم ربنا الشمامسة بيرتله لحن بيقويك خبز الحياة النازل من السماء فخبز الحياة ده إشارة إلى المسيح المسيح هو لقمة العيش بتاعتنا لما بيقولوا الخبز ده لقمة عيش يعني اللقمة اللي الإنسان بيعيش بيها المسيح أيضا لقمة العيش اللي بنعيش بيها الحياة الأبدية من غيرها ما يقدرش الإنسان يعيش مسيح هو الخبز الحي النازل من السماء والسمكة كانت باستمرار إشارة إلى شخص المسيح لكذا المسيحيين من القرون الأولى كانوا يرسموا علامة السمكة علامة على أنهم مسيحيين لأن كلمة سمكة باليوناني إخسوس اللي هي اختصار كلمة إيسوس إخريستوس يوسي أوس ستير يعني بالعربي يسوع المسيح ابن الله مخلص يسوع المسيح ابن الله مخلص عشان كده كانت السمكة رمز للمسيح المسيح فيه الخلاص المسيح هو ابن الله اللي نزل لنا من السماء عشان يعطينا هذا الخلاص وكأن الناس أكلت وشبعت بالمسيح الخبز ده هو المسيح الخبز الحي الناذل من السماء خبز حي يعني ما بيدبش ما بيعفنش ما بيفساتش ما بينتهيش خبز حي متجدد باستمرار ينبع بينا ينبع بينا إلى حياة أبدية والمسيح هو سمكة حياتنا سر خلصنا عشان كده في البولس النهاردة في رسالة العبرانيين بولس الرسول يقول لنا أن المسيح ده جاء على طقس ملكي صادق ملكي صادق ده اللي يقدم خبز الحياة حياة أبدية لأن ملكي صادق ما جاش على طقس هارون بزبايح دموية لكن ملكي صادق أخرج خبزاً وخمراً وأعطى إبراهيم هذا الخبز اللي يعيش به الإنسان إلى حياة أبدية مش حياة تستمر عشرين تلاتين مئة سنة لكن حياة أبدية لشان كده الكنيسة بتعلن لنا من خلال هذا الإنجيل أن المسيح هو فيه سر الشبع الفائق والفائد حتى لو كان الظروف الزمان والمكان يقولوا مستحيل لكن المسيح فيه الشبع المسيح فيه البركة الحقيقية البركة التي تفيد إلى حياة أبدية أخيراً المسيح الذي يجمع المكسور قال للتلاميذ اجمعوا الكسر ليه يا رب عايز الكسر ما أنت تقدر تجيب جديد كل يوم عايز الكسر دي نعمل بيها إيه هل الكسر المكسورة ليها إيمة عندك يقول آه حتى المكسور أنا هتتم بيه المكسور ده يعني اللقمة اللي باقية إحنا ما أسهل إن إحنا نرميها في الزبالة لكن المسيح عايز يقول إن حتى المكسور ده أنا باعتني يا ما ناس كتير عايشة في الدنيا وهي حاسة إنها مكسورة مكسورة مالهاش لازمة خلاص مالهاش عازة ناس مرفوضة ناس مش متمتعة بحياتها المسيح يقول حتى الكسر دي اللي في نظر الناس ما تسويش حاجة لكن في نظري غالية جدا اللي مكسور روحيا واللي مكسور نفسيا واللي مكسور ماديا المسيح بيجمعه بيقول تعالى لي لإن ليك إيمة عندي ترجمة نانسي قنقر